قالوا الكلام اللي أحمد قالوا والكلام اللي أنا قلته في بداية الحلقة النهاردة إنه هو يعمل رد فاعل جيد وليس العكس أتمنى إنه هو يعمل رد فاعل جيد لأن إحنا في النهاية محدش فينا حيسكت على شيتيمت حد الحقيقة يعني لأنه كده كفاية اللي بيحصل ده زي ما كريم قال وعدي هنوصل لإيه يعني عايزيننا نوصل لإيه طيب خلينا نتكلم في الفنيات بقى شوية أحمد برضو عايز أعرف رأيكم في مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك بسرعة جدا أنا عجبني جدا مرسل كولر مرسل كولر ماشي بشكل كويس كل المباراة الكبيرة بيكسبها ماشي محاق الهدف منه ولكن الملحوظة اللي أنا ملاحظها النفوة في آخر المباراة بدأ يغير طريق لعب النادي الأهلي احنا حاليا كنا بنلعب 4-2-3-1 رجعنا دلوقتي أو بنتحول نلعب لي 4-1-4-1 أو 3 ارتكاز مرسل كولر بقى بيلعب بـ 12 ارتكاز وحيد اللي هو أليو ديانج الفكرة كانت أو اللعبة بتاعته في مباراة الزمالك أن أنا حالعب بأليو ديانج وحمد فتحي ارتكاز وقفشة اتنين ارتكاز قدام يعني ده كانت التشكيلة محمد هاني وخالد عبد الفتاح اللي قدم مباراة هيلة وكان واحد من مكسب المباراة في مركز المساك وعلى فكرة دي كانت يعني برضو معلومة كده كانت فكرة كابتن سامي ومصان هو اللي كان اقترحها على مرسل كولر أن خالد عبد الفتاح يلعب في حتة المساك نحية اليمين هو كان حيلعب كمان نحية الشمال كان كابتن سامي ومصان هو اللي قال الحتة دي محمد هاني نحية اليمين علي معلول أليو ديانج ارتكاز أفشة وحمدي فتحي زي ما احنا شايفين كده والشحاية وعبد القادر وكهربا قدام هات الحالات بقى على طول هنبص نلاقي أن مرسل كولر زي ما احنا شايفين ده مسلس في وسط الملعب واضح أن مرسل كولر بيجهز الفريق ليه كاس العالم للأندية أنه هو هيلعب به التلاتة الارتكاز في وسط الملعب مع عاودة طبعا عمر السلية مع دخول مروان عطية هيبقى فيه من نفسها قوية جدا ديانج ممكن يلعب في مكان دول اللي احنا شايفينه في الحتة دي ممكن هو أو حمدي فتحي والاتنين اللي قدام فيه أفشة وفيه حمدي فتحي التلاتة الارتكاز هنا حمدي فتحي والنادي الأهلي كان ممتاز جدا في عملية الضغط أحسن حاجة من أحسن مباراة الأهلي في الفترة الأخيرة في الضغط على الخصف وتطبيق الضغط العالي بوجود حمدي فتحي حمدي فتحي هنا بصراحة يستحق التحية على الأداية اللي قدمه وأنا بشوفه رجله المباراة حمدي فتحي كنت تشوفه زي ما احنا شايفين كده بيضغط ضغط علي جنب علي معلول يرجع وراء يقدم علي معلول ويعمل الزيادة عملية التكملة هو ليه؟ السؤال كانت الناس بتسأل ليه حمدي فتحي كنا بنشوفه مهاجم تاني حمدي فتحي ليه دور في الثلاث أهداف السبب هو وجود حمدي فتحي في طريقة لعبة الجديدة أنه هو بيكمل جوه المنطقة لأن حمدي عنده مميزات الضغط العالي وعلى فكرة السلية برضو كان بيعمل الدور ده قبل ما يتصاب يعني في المطشين اللي فاته فحمدي فتحي استحاق التحية ينجي قدم مباراة هاي لبرضو كذلك علي معلول في الفترة الأخيرة كهرابا بقى كهرابا على فكرة احتمال كبير يروح منتخب مصر في شهر ثلاثة يمكن الجهاز الفني منتخب مصر معجب به في المباراتين دول ويعني هو بيسأل عليه وابدأ إعجابه هينضم بإذن الله يعني بنسبة كبيرة جدا هينضم المنتخب مصر في شهر مارس فيعتبر الناس اللي عملت الكلام على كهرابا دي لازم نقف مع ده لعيب منتخب مصر لعيب دول يا جماعة فدي نقطة مهمة نكمل برضو نفس الشكل هنا لما علي معلول كان بينزل حمدي فتحي بيروح فين حمدي فتحي بيقطع لقدام واللي بينزل أحمد عبدالقادر عشان كده كان حمدي فتحي بيكمل لجوه وعبدالقادر ايه يسحب لورا لكن لما معلول يكون قطع لقدام حمدي فتحي ينزل فكانت أدوار مركبة وواضح جدا شغل مارس الكولر بصراحة لو جبنا حتى الأهداف شوف الأهداف يعني دور حمدي فتحي فيهم ان انت تلاقي لعيب ارتكاز أصلا هو دفاعي حمدي فتحي مع موسيماني كنا بنشوفه في مركز 6 هو اللي كان بيلعب قدام الاتنين المساكين وبيلعب ليبرو مع فايلر كان بيلعمل ضغط عالي كنا بنشوفه بيجيب أهداف مع مارس الكولر بص دور حمدي فتحي التكملة والتحول لمهاجم تاني جان بكهرباء وبرضو التغيير اللي عملها فريرة عارف أحلى حاجة في الجندة إيه؟ إيه؟ أحلى حاجة الاحتفال بتاع كهرباء كريم توقيفة بتاع تحمدي بصراحة ماشي أنا بالنسبة لي كهرباء أنا بالنسبة لي الأوفر بتاع زين الشحات طبعا ممتاز بس إنه ده عالمي مش أوفر بس أصلا أوفر عالمي أي حد ما كان حمدي هنا كابتن إسلام ممكن يفاقن هو يفنش أي حد ما كان حسين ما كانش هيعمل الأوفر ده كده الأوفر ده ما كان رايح إزاي؟ رائطة خلفية تيقلي يعني آه أو العدل أفقية صح ليه لإنه الأوفر رايح جامد يعني حمدي فتحي لو حط دماغه كان رايح جامد صح كان رايح جون جامد يعني صح حذك لو تفتكر الماتش اللي فات برده نعم فالمباراة اللي فاتت كان كهرباء وحمدي فتحي نعم كان برضو كهرباء لما استلموا الكوره مباراة سموحة أيوة لما استلموا الكورة وصلحها الحمدي فاتحي برضو حمدي فاتحي كان بيكمل جواه منطقة الجزاء فواضح شغل للراجل بس السؤال هنا وكانوا بيقولوا هلين سليمان مفاوت الماتش واحمد الشناء ومفاوت الماتش هل محمد عواد هو كمان مفاوت الماتش لا لا محمد عواد لا طيب هم هم بيطلعوا يقولوا كده بيطلعوا بص الكورة عاملة ازاي هتاني تاني دي يا سامير هي دي صح هتاني تاني لو سمحت معلش بص يا بص يا بص كورة حجامت ازاي دي من فوق بص كورة حجامت ازاي عالمية عمر عالمي هنا 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 التحرك بتاع حمدي فاتحي بيسموه الجانب الاعمى لدفاع الزمالك الجانب الاعمى للخص هو بياخد عيون الدفاع وبيصلحها بيفضي كهربا تحرك حمدي فاتحي هو اللي فضى كهربا هو اللي خلى خد عين المدافعين معه وفضى كهربا ده بيسموه التحرك للجانب الاعمى للخص هو اللي بيعمله حمدي فاتحي مع أي عرضية بتحرك هات الجون التاني هتلاقيه برضو في نفس الشكل بتحرك حمد فاتح عنده حرك تاني ياما بتحرك في الجنب الأعمى ياما بتحرك في الهافيس بيس ما بين المساك والباك برضو هنا نفس الحركة بص حمد فاتح بيعمل ايه بتحرك في الجنب الأعمى بتاعهم وبعدين ايه محمد شريف بيبقى فاضي ليه نتيجة تحرك حمد فاتح طبعا العرضية جميلة من محمد هاني ومحمد شريف مكسب كبير محمد شريف ستة أهداف في مبورات الكمة ستة أهداف رقم كبير يعني ده الهدفين التاريخين لنادي الزمالك ما جابوش ثلاثة أو أربعة عبد الحليم علي كابتن عبد الحليم علي وكذا حد إذا محمد شريف وصل لستة أهداف هو بيصوم يصوم ويفطر في مبورات الزمالك بصراحة محمد شريف فبيقدم ده مكسب برضو إن احنا استعدنا هدف كبير زي محمد شريف وشوفوا الروح الجميلة الموجودة ما بين محمد شريف وكهربا وهو بيقول له دي الروح دي سر المكسب روح الفنين لأنه هو نازل بيقول له هتجيب جون برضو الهدف الثالث وتحرك حمد فتح هنا حمد فتح بيتحرك اهو في الجون الثالث هتلاقي برضو بيتحرك هو اللي بدأ الكورة حمد فتح لما تحرك ما بين المساك والباك فهنا شغل مارس الكولر واضح بصراحة وقدم أداء هايل يعني قدم أداء هايل التراجع البدني الواضح للنادي الزمالك عشر لعيبة وقدر برامتز يرجع رغم برامتز كان بلعب منقوص منه واحد فالتراجع البدني الملحوظ في أداء نادي الزمالك هاتجيب جون الثالث جمهور الأهلي واللعبة في استاد الكاهرة مدي طعم مختلف مهم جدا العودة في اللعبة في استاد الكاهرة كانت خطوة ممتازة من إدارة النادي الأهلي حاجة استاد الكاهرة ممتع وفارج يتبص هنا هنا بقى تحرك حمدي فاتحي ده مختلف شوية في الهفز بيس ما بين المساك والباك قطع هنا استنى على كورته وعلي معلول طبعا بيعمل الأوفر محمد شريف واللفة والقطعة القريبة حاجة هدف عالمي جون يمين جون شمال واحدة بالدماغ واحدة يمين واحدة شمال يعني كلها أهداف حمدي فاتحي حمدي فاتح يا جماعة بصراحة في حتة تانية ومعلول في حتة تالتة ومحمد شريف في حتة ربعة ويعني كده يعني عارف الواحد الواحد مبسوط بالمطش ده جدا لكن مطش مقرى بقى كريم هنعمل فيه سريع بس أعايز أتكلم على التدخل الفني لكلور ما بين الشرط الأول والشرط التالي الشرط الأول وكان مواضحة جدا لعب نادي الأهلي عندها يعني ما فيش ثقة كاملة في اللعب في الملعب وكان فيه كم هائل من المسبوس وكمان ما فيش تركيز عالجابها الأضعف نادي الزمالك وهي عالجابها اليسرى بوجود مصطفى الشربي ومحمد طبعا محمد شريف طبعا العيب كيير وكلها بس طبعا السن لحكمه ومعدلات الرقد في السرل دلوقتي ماتش جديد زي ده صعب جدا وكان مصطفى الشربي بصراحة أدوار الدفاعية سيئة للغاية فبالتالي جبهة زيزو وحمد المسلوسي أقوى دفاعية من الجابة دي كان لازم يتم التركيز عليها لابنا نتقالي مركزوش عالجابها دي لابنا نتقالي كان فيه مسبوس كتير في نص الملعب ما كانش فيه يعني كنا حاسين إن لحد ما الكفتين شوها بعض لا الراجل بين الشوتين فعلا قدم لنا فريق مختلف وده مهم جدا جدا في الكوتشنج في المنشاط دي اللي أنا دايما بشوف إن فيها يعني أمور معنوية ونفسية أكبر بكتير من الأمور الفنية شفنا شوت التاني تركيز من نادي الأهلي على اللعب على جبهة محمد هاني وعلى آسف على جبهة محمد الشاف ومصطف الشربي شفنا تركيز فيه عدم عمل الميس باس اللي شفناه فيه شوت الأول وبالتالي كمان كان واضح جدا 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 إن نادي الأهلي درس تكتب هجوم نادي الزمالك اللي بيعتمد على الكرات العرضية وهنا الأرقام تتكلم نادي الزمالك يا كابتن إسلام عمل في المباراة دي 23 كرة عرضية من كرات سابتة لعبة نادي الزمالك من أول عشر دقايق بيروحوا على أطراف نص ملعب النادي الأهلي ويتعمدوا إنهم ياخدوا فولات وفعلا خدوا كم مهائل من الدربات السابتة ودربات الركنية ولكن تعامل دفاع النادي الأهلي والعبة نادي الأهلي معها كان امتياز وطبعا تم كمان إحكام السيطرة على حسام عبد المجيلي كان بيتقدم عشان ياخد الكرات العالية زي ما كنا بنتكلم في الحلقة قبل المباراة فده إشادة بي الشغل بتاع كولر في المباراة نفسها وإن شاء الله طبعا